الحادثة بالتأكيد مؤلمة للكل وهنا تاخد بالك من حاجة انه اول المعزين اول المعزين كان فخامة رئيس الجمهورية كتب على فيسبوك اتابع عن كثب تطورات الحادث الاليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة وقد وجهت كافة اجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية للمصابين واتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد فيها هنا ينتهي كلام فخامة الرئيس اركز على الجملة الأخيرة في بيت من بيوته التي يعبد بها التواصل والاتصاق الفكري المستمر في طريقة ونسق وافكار ومبادئ رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي اول رئيس يزور الكاتدرائية هو هو الذي يكتب يكتب هذه التعزية وهو يؤكد في تعزيته الرسمية في بيت من بيوت الله التي يعبد بها اتمنى انه تبقى دي جملة مفتاح للكل يفكر كويس بنأكد بيها على الحق الكامل في المواطنة وان رب العباد قدرى بعباده ومش شغلتنا نحكم على مين داخل الجنة ومين مش داخل الجنة ده أمر ربنا سبحانه وتعالى فقط ومش من حق حد ياخد التوكيل خالص ربنا مداش توكيل لبشر هو اللي بيحاسب لان الرب رب القلب هو اللي عارف اللي جوه ايه طيب